فشوفنا ده دلوقتي تعالوا نشوف قصة فريال الأشرف لحد ما وصلت لهذه المدالية فريال الأشرف فريال الأشرف عبدالعزيز من موليد 16 فبراير 1999 وهي الابنة الوحيدة لأسرتها ولديها شقيقان وبدأت مبارسة الكاراتي في الثامنة من عمرها تعد فريال هي أول لعبة مصرية تفوز بالمادلية الزهبية في الكاراتي بالأولمبيات وذلك في دورة توكيو 2020 ده كان يوم يوم عظيم في عام 2017 حصلت فريال على برونزية الدوري العالمي للكاراتي في وزن 68 كيلو جرام بالمغرب وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتي في عام 2018 حصلت فريال على فضية الدوري العالمي للكاراتي في الصين وحصلت على برونزية بطولة أفراقيا في في عام 2019 مثلت مصر في الألعاب الأفريقية التي أقيمت في الرباط بالمغرب وفازت بالميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه للسيدات وزن 68 كيلو جرام وحصلت على الميدالية الزهبية ببطولة العالم للناشئة الكراتيه في تشيلي نفس العام حصلت على زهبية بطولة الدورة العالمي للقراتيه في دبي في عام 2019 وفي العام التالي حصلت زهبية البطولة الأفريقية بجانب فضية الدورة العالمي للقراتيه في فرنسا انجازات بالجملة انجازات بالجملة